اشتركوا في القناة وقد دخلوا عبر مضيق جبل طارق فيه جزيرة سميت باسم طارق بن زياد قائد جيوش موسى بن نصير الذي فتح البلاد وبعد مئات السنين خرج المسلمون من الاندلس بطريقة زليلة ونكل بمن بقي منهم تنكيلا فضيعا في محاكم التفتيش التي قادتها الدولة بشكل رسمي عبر الملك رودريغو والملكة إيزابيل ورجال الدين من أمثال إسبينوزا وغيرهم وتفننوا في تعذيب المسلمين وإجلائهم وقتلهم وهدم دورهم وحرق بيوتهم والقضاء التام على مكتباتهم وتحويل المساجد إلى كنائس أو هدم المساجد وبقي قانون الاستقصال هذا ساريا حتى عام 1976 حيث أفرجت السلطات الإسبانية عن هذه القيود وبالتالي استطعنا أن نحصل بعضا من بقايا المخطوطات والكتب طيب مئات سنين يبقى المسلمون في بلد من البلدان ويخرجون منه بظروف غامضة بعد تهافت وسقوط الممالك نتيجة الخلاف بين ملوك الطوائف هناك وكاد الوجود أن يضمحل قبل ذلك بكثير لو لا تدخل المرابطين من المغرب بقيادة يوسف بن تاشفين الذي أعاد وجود المسلمين في بلاد الأندلس السؤال هل كان في تلك البلاد شيعة وإذا كانوا ما هو دورهم وإذا كان لهم من دور ما هو دورهم الحالي اعتمدت في منهجية البحث على جملة من المصادر منها ما هو باللغة العربي ومنها ما هو باللغة الإسبانية التي أفهم كثيرا من دقائقها لكن بعض ما سيرد في البحث موجود بلغة الإمالة أنتوا بتعرفوا أن اللغة العربية فيها لهجات الآن إذا بيجي واحد من بلادنا إلى السوق بيقول له للبائع الخضار بدي ملفوفة ما بيعرف بدي يقول له لهانة ولا لا إيه إذا بتصرخ إلى الفاجر بدي طحينة ما حدا بيعطيك طحينة بيقول راشي تختلف اختلاف اللهجات لغة الإمالة الإسبانية هي لغة جنوب إسبانيا برشلونة ولذلك بيقولوا برشلونة هي بارثلونة بالث لغة إمالة وعندما اضطهد المسلمون كتبوا بالحرف الإسباني لكن باللغة العربية المطعمة بالأمازيجية البربرية حل هذه الألغاز يحتاج إلى خبراء لغة إسبانية ولغة الإمالة والأمازيجية البربرية وهذا قد يكشف لنا عن بقايا قد أستغرق خمس أو عشر دقائق الليلة أزيد مما عودتكم عليه أستميحكم عذرا سأبدأ القصة من أولها رواية يتيمة يذكرها في أطروح الدكتوراه بجامعة الآداب في البصرة الدكتور كاظم الخفاجي لا أعرفه يذكر رواية جعلتني أبحث عنها الأطروحة أطروحة الدكتوراه غير منشورة يعني ما قدرت حصل المصادر التي اعتمد عليها أخونا الدكتور الخفاج يقول قدم رجل من البربر إلى المدينة إلى المدينة مستطلعا مستطلعا يعني رائد قوم أرسله قومه يعني فهيم ما بيبعثوا واحد تهمي مصيبي بيبعثوا واحد شوية يفهم روح على المدينة شوف لنا من هو هذا النبي هذا قبل فتح مصر ولما بتحكي ببربر يعني من تونس بالراية إلى الجزائر فالمغرب مش في مصر أو ليبيا يقول تقول الرواية دخل إلى المدينة فعلم أن رسول الله قد قبض فاستأذن على السيدة الزهراء سلام الله عليه فأذنت له من جملة الرواية أنها أوسطه وقومه بزريتها خيرا هل أدر روي في بحثي عنها في مخطوطات غرناطة غرناطة باللغة الإسبانية غرناطة هي غرناطة عربت أو أسبنت يعني غرناطة اسم عربي مغاربي جعلوه إسبانيا غرناطة في مخطوطات غرناطة باللغة الإسبانية المائلة وبعد لأي حتى استطعت أن أحصل على الترجمة نفس الرواية تقريبا لكنها تقول إن وفدا من البربر دخل المدينة فوجد أن رسول الله قد قبد فاستقبله أهل البيت وأوسطه الزهراء بذريتها خيرا هنا بدأنا نشكل الأحجية بدنا نبلش نتبع المسائل وبننا نقرأ ما وراء السطور لنعرف تاريخنا ولنعرف بشو بدنا نطالب أول ما جرى الفتح جرى مع رجل اسمه موسى بن نصير موسى بن نصير وقائد جيشه طارق بن زياد يقال إنه مولا له من البربر بيعنيني موسى بن نصير موسى بن نصير في زمن الوليد بن عبد الملك الرواية ينقلها ابن قتيبة الدينوري اسمعوا معي شو بتفهموا من الرواية أنا هذا البحث أريد من شبابنا من أبنائنا أن يتابعوه لا أزعم أنني تقصيت كل شيء لكنها رؤوس أقلام لنشكل صورة دخل إلى الأندلس ورجر على يديه الفتح سليمان بن عبد الملك كان حانقا عليه وعلى الحجاج هلأ حانق عليه وعلى الحجاج فيك تفهم أنه سياسيا قائد من القواد كبر أكثر من حجمه من عادة الملوك أن يصفوهم وليس بأبي مسلم الخرساني ببعيد وليس بأبو سلم الخلال ببعيد وهكذا لكن ثمت روايتان تجعلنا نتوقف عند موسى بن نصير عندما دخل إلى الأندلس يقينا دخل معه ثلاث عوائل شيعي جلدة عبد الله بن سعيد ابن عمار ابن ياسر شو بتفهمه عبد الله بن سعيد ابن عمار ابن ياسر جده قتله الأمويون في واقعة صفين يدخل مع الجيش الأموي إلى فتح الأندلس نتوقف ودخل أيضا الحسين ابن يحيى ابن سعد ابن عبادة الخزراجي هذا اللي قتلته الجن ها قتلته السلطة وتهمه الجن يا وإله الجن أحيانا سبحان الله وهو قادة وابن عمار ابن ياسر بعدين عمل ثورة ضد عبد الرحمن الداخل كما سيظهر معنا وبعض من أحفاد مالك الأشتر النخعي هاو بيتحركوا صدفة من حشد هذه العوائل الشيعية من الذي حركهم من الذي أعطاهم شرعية الكون مع موسى بن نصير تحت راية أموية شئنا أم أبينا بعد في شخص رابع ابن الزبير لا يعلم اسمه كاملا ابن الزبير مو من هاو الزبيريين تبعها عبد الله ابن الزبير مصعب لا 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 كان يخفي تشيؤه وعدوا للأمويين بجيشهم أطروح الدكتورة في جامعة برشلونة أثناء البحث وقفت على كلمة ابن الزبير ابن الزبير يقول الباحث دون أن يذكر مرجعا يقول هو من أحفاد الزبير ابن عبد المطلب عم النبي عندما هاجر علي بالفواطم من المدينة كان معه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وفاطمة بنت أسد أمه رضوان الله تعالى عليها وفاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب من ذرية الزبير كان في الجيش وهو ذرية صافي وقف مع أهل البيت وقفات نجلاء لا أعلم من أبناء الزبير ابن عبد المطلب لا أعلم رجلا ناصبيا أو ضد أهل البيت بعد فيه رجل خامس حنش الصنعاني تابعي شهد مشاهد علي عليه السلام كلها وشيعي جلد دخل مع الجيوش الفاتحة شو سوى بنى مسجد قرطبة وبنى مسجد ساراكوستا ساراكوستا وحدد لأهل الأندلس القبلي يعني فقيه عالم حنش الصنعاني دخل مع جيوش الفاتح هاو خمسة ثلاث عوائل وفردان يحسنوا أن نقف عندهم كيف خلاهم يفوتوا معه موسى بن نصير هل لم يكن ملتفت موسى بن نصير حدا يخفى عليه ابن عمار بن ياسير حدا يخفى عليه ابن سعد بن عبادة ابن قيس ابن سعد بن عبادة أولاد مالك الأشتار يخفون على أحد عندما تولى سليمان بن عبد الملك عين مستشارا له عمر بن عبد العزيز كان موسى بن نصير قد قدم مع أهل بيته من الأندلس بأمر من الخليفة الوليد مات الوليد وهو على أبواب دماشق فحجب عن الدخول حتى تولى سليمان بن عبد الملك بعت وراء عمر بن عبد العزيز قال أندي صالب موسى بن نصير غدا بدي أصلبه بيبعت عمر بن عبد العزيز بالليل لموسى بن نصير يقول له سمعت أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك إنه سيصلبك غدا ولك عندي أربع أمور أيادي بدي أخذ مك أنا أحدث عهدا جدد وسيطك بدي يوصل بك غدا شو الأربع أمور يا عمر بن عبد العزيز قال الأمر الأول جهادك في سبيل الله وبلاؤك فعلا هو قائد قوي الشكيمة وطأ الرقاب رجل عسكري من الطراز الأول الأمر الثاني يا عمر بن عبد العزيز مودتك لأهل البيت عليه موسى بلشت الصورة تنجلي الأمر الثالث أن أبي كان له يد عليك أبو عبد العزيز وأنا أريد أن أتمم الصنيعة والأمر الرابع صحبتك لعياض ابن عقب الفهري فهو من عباد الله الصالح عياض ابن عقب الفهري كان مع حنش الصنعاني عندما دخلوا إلى الأندلس عياض عندما وجدوا خيرات الأندلس غلوا صاروا المقاتلين يسرقوا مش يحطوها بعدين يقسموها بكل الجيش لم يغل يعني لم يسرق إلا عياض ابن عقب وحنش الصنعاني لأنهما كانا رفيقين حنش الذي شهد ما شاهد أمير المؤمنين بصاحب واحد مش عشكله إن الطيور على أشكالها تقع فإذن بكلام عمر بن عبد العزيز مودتك لأهل البيت لموسى ابن نصير ومصاحبتك لعياض ابن عقب كمان بدأت الصورة تنجلي أكثر بعد في ثاني يوم أمر سليمان بقتل عبد العزيز ابن موسى ابن نصير وجاء برأسه وضعه بين يديه فلما دخل موسى شاهد ولده قال يا أمير المؤمنين قال له تعلم رأس من هذا قال نعم رأس ابني والله إني لأعلمه صواما قواما شو بيقول له سليمان ابن قتيبة بيقول كان حنق عليه لأمور لا يحسن ذكره ما كان يذكر ليش حانق عليه لماذا يحنق عليه لمسكة تشيور قال له ما علمته إلا صواما قواما قال بل ابنك المارق من الدين والشاق عصى المسلمين المنابذ لأمير المؤمنين فمهلا أيها الشيخ الخرف فأزن في موسى لي أبسط ما نسميها سياسي مع بيت موسى بن نصير وقد نسميها عقائدي ثم جعله في هاجرة الشمس بالطين وبهدله ثم مات موسى بن نصير بظروف غامضة الأرجع عندي ما عندي وقت ابحث الله الأرجع عندي أنه قتل غيلة هذا الفتح طيب بعد الفتح ماذا حصل ثلاث من المؤرخين ينقلون لنا أمرا عجيبا القاضي النعمان وهو شيعي وإن كان فاطميا وعنده كتاب نستفيد منه كثيرا والناصب ابن خلدون والمقريزي في بعض كتبه يرون رواية غريبة عجيبة أن الإمام الصادق عليه السلام أرسل رجلين من خواص أصحابه واحد اسم أبو سفيان والثاني اسم الحلواني قال ذهبا إلى المغرب وجاوزا إلى بلاد البربر وأمرهما أن يبسطا ظاهر علم الأئمة وينشرا فضلهم وأن يتجاوزا إفريقيا إلى حدود البربر ثم يفترقان فلا يبقى أحدهما مع الآخر بحثت في كتب الرجال لم أعثر على ذكر لأبي سفيان ولا للحلواني لكن ماذا فعلوا نزل أبو سفيان في مرمى جنة بتونس الآن في موضع اسمه تالة ابتنى فيها مسجد سماه مسجد الروم فتشيع أهلها وأهل الإربس منطقتيني وأهل نفطة أهل نفطة لماذا تشيعوا جاءه رجل عابر سبيل كان قد تزوج واشترى أمة وعبدا فكان يعمل مع عبده ويأمر زوجته أن تعمل مع أمتها ورجل صالح وبنى مسجد يصلي فيه جماعة وبث فكر التشيع من نفطة جاءه عابر سبيل قال ما عندي شيء أركبه قال أبيعك هذا الجمل هذا الجمل بنظرة يعني بالدين إلى أجل على أن تأتيني بكفيل قال كفيلي يا الله قال خذ الجمل هديك نسي يوم من الأيام فر القطار الجمل من قطاره من القافلة وعاد إلى مرمى جنة إلى أبي سفيان وعليه حمل من تمر فقال رده الكفيل يعني الله سبحانه وتعالى إجا الرجل قال له أنا هربين الجمل ما رديت لك قال بدك تشتري اشتري ما بدك تشتري أنا بساعدك تبيع التمرات وبشتري لك الأمح اللي بدك تاخده على نفطة رح يحدث بكرم أخلاقه فتشيع أهل نفطة بعدما قدموا على أبي سفيان والتاني الحلواني نزل بسوج مار كمان بتونس بموضع يقال له الناظور فبنى مسجدا وتشيع بسببه أهل كتامة وأهل كتامة بعد شوي لحنشوف عددهم ستين ألف في الأندلس بعد قليل القاضي النعمان بالروي حاول يصور أن الإمام الصادق أرسل توطئة للفاطميين بعدين علما أنه أبو سفيان والحلواني أبل قدوم عبدالله الداعية الفاطمي 135 سنة فإذن الموضوع لا يرتبط بالفاطميين على الله القبائل البربرية في شمال إفريقيا كانت قابلة للتشيوع منهم بن حمال ومنهم بن زيرة أو زيري وقبيلة الصهناجيين وأهمهم قبائل كتامة بعد ما استقر الأمر للأمويين في الأندلس ثار عليهم أحد قادة الجيش وهو عبدالله بن سعد بن عمار بن ياسر فما لبث عبدالرحمن الداخل أن قتله عام 143 لم تستمر ثورته إلا شهورا ثم قام بثورة شقيا بن عبدالواحد المكناس تسع سنوات هاودي شيعة قاموا بثورة باسم التشيوع تسع سنوات لم يستطع الحكم معه مضيا فدس له السم وغبيلة اغتيالا أحمد بن معاوية القط هون كانت الدولة الفاطمية قد تأسست في المغرب فتأثر بها رجل أموي من أبناء محمد بن هشام الأموي اسمه أحمد بن معاوية القط حفيد محمد بن هشام وتشيع فقام بثورة أثناء الثورة أحب أن يهاجم حصنا للفرنجة للأهل للإسبان فقتل على باب الحصن وفشلت ثورته هذا الكلام استغرق عشرات الأعوام ثم ثورة أبو الخير الإشبيلي ثورة أبو الخير الإشبيلي كان غلاما لا شغل له بالسياسة وكان فلاحا ما زال مؤلفه في الفلاح موجود إلى يومنا هذا لكنه مترجم إلى اللغة الإسبانية اطلعت على بعض صور مخطوطاته في جامعة مدريد المركزي فلاح وقف جمع معه ستين ألف من البربر معظمهم من قبيلة كتامة جمعهم وثار بهم استولى على طنجة وسبته والجزيرة الخضراء ثم بايع لبني حمود بن حمود من العلويين نسبهم إلى علي بن أبي طالب بوي علي أولهم علي بن حمود بعد أن دخل قرطبة وأزيل الحكم الأموي نهائيا من الأندلس منذ ذلك الحين أقيمت إمارات شيعية في قرطبة وأشبيليا وغيرها بل في غرناطة وفي جزيرة اسمها جزيرة الرافضة كل سكانها كانوا من الرافضة شو اسم اليوم؟ سان بيرناندو دي تانيريفي الرافضة تانيريف اللي عملوا فيها مؤتمر لأشاذين جنسيا مع الأسف كانت كلها رافضة أحد أبواب غرناطة 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 أحد أبواب غرناطة باب الإمامية بويرتا إماميستا ما زالت التسمية إلى يومنا هذا باب الإمامية حي الهاشميين في قرطبة في ملقة حمام العلويين أسسوا أخذوا مدد جماعة حكم من بني حمود اطنعشر ملك لم يستمر حكمهم طويلا بسبب المشاكسة بين ملوك الطواقف لكن يروي ابن بسام الشنتريني هذا ما اسمه شنتريني اسمه بالإسباني سانتوريون مؤرخ يروي يروي نقلا عن ابن حيان القرطب في المقتبس أن علي ابن حمود كان يجلس للمظالم بنفسه فاتحا بابه دون حجاب وأنصف الناس فانتعشت قرطبة ففتن به الناس وتوسع ملكه مع أنه لم يحكم إلا سنة واحدة واغتيل فتن به أهل قرطبة وجاءه الشعراء من كل حدب وصو شاعر من الشعراء ترك آخر مدينة لبني أمية اسمه أحمد بن عبد الملك أضرب لكم مثلا عن الأدب الذي رافق حركة التشيع في الأندلس أحمد بن عبد الملك عندما ترك علم أنه سيهدمون داره شو بقول عليكم بداري فاهدموها دعائما ففي الأرض بناءون لي ودعائم إذا هشمت أمية حقي عندها فهاتا على ظهر المحجة هاشم أمية بتهدلي بيوت يبنوها بن هاشم شمل ملكهم جبل طارق جيلبر طار هاك ترجموها الإسبان هو جبل طارق وملقة والجزيرة الخضراء وإشبيليا وغرناطا ورندا أو رندا باللغة العرب ومن المغرب سبتة ومليلة وطنجة وقضوا على الدولة الأموية قضاءا مبرم لم يبق لها باقي جاءهم الشعراء والأدباء بها الفترة كانت الدولة حتى الأموية ترسل إلى المشرق ترسل إلى المشرق من يأتي بالكتب بالعلم أكثر من خمسين بالمئة من المرسلين عادوا شيعة لتأثرهم بما في بغداد وغيرها أيضا بدأ بدأت الثقافة الشيعية تتغلغل ابن عبدرب الأندلسي عندما اعتبر أن الخليفة الرابع هو معاوية مهملا ذكر علي عليه السلام رد عليه أكثر من عشرة شعراء في نفس حقبته الزمنية بكلام قبيح بعضه لا يمكنني ذكره على المنبر يتهمونه بنسبه دفاعا عن علي وعن تشيوعهم إذن كان لديهم فسحة من حرية بتلك الفترة من تقدير الله عز وجل أن يكون بن حمود العلويون يشكلون ملجأا للشرائد من الشيعة لا لأن السلاجق كانوا قد بطشوا بنا في العراق بطشا كبيرا بنفس الوقت ثم قام المعز بن باديز الصهناجي بمذبحة في تونس لم يبقي فيها من الشيعة أحد مذبح تطهير عرقي ذكرها ابن الأسير بس تقرأ ابن الأسير عم يذكرها تشعر أنه ينضح سرورا مبسوط كيف كيف ذبحوا الشيعة في تونس من قبل الصهناجي هذا المذبح وقام موسى ابن أبي العافية بقتل الشيعة وتشريدهم في المغرب كانت الطاف الله أن لهم ملجأ يلجأون إليه في الأندلس فازدهرت تلك الممالك التي حكمها الشيعة ومن علائم الإزدهار أنك كنت ترى حقيقة مجالس أبي عبد الله الحسين هذا رأم واحد في أزقة قرطبة وأشبيليا وغرناطة وغيرها وتتال الشعراء في ذكر مدائح أهل البيت عليه السلام وفي ذكر مصيبة الحسين والأدب الأندلسي مع الأسف ما أحد عم يستل منه من قرائنا أعلى الله كلمتهم لإحياء هذا التراث موجود وباللغة العربية ما أعالوا بلغة أجنبية هذا يحتاج إلى تفعيل من أين تعرف الحضور الشيعة عندما تستعرض أسماء كبار الشعر عبادة بماء السماء أبي عبد الله الرعيني القرطبي أحمد ابن دراج القصطلي قصطلي شو يعني كاستية القلعة قلعة باللغة الإسبانية كاستية قصطلي يعني اللغات متشابهة بكل اللغات اللاتينية يوجد باللغة الإسبانية خمسة آلاف كلمة عربية لأن أنت بس تقول بالفرنسي كحول ألكول بالإسباني ألكوهول ألكوهول الزيت أسيتي سكر أسكر المخدى آل مهادة مع أنه عندهم حرف الخيهة موجود وعندهم حرف الثيه بثلاث نقاط هاي ما موجودة إلا عند الإسبان والبرتغال وأبو عبد الرحمن بن مقان الفندق الأشبوني حصلت النكبة النكبة نسحب المسلمون من قرطبة بن الأحمر آخر من حكم وكان قد ضعف الوجود الشيعي لكن بقيت عوائل شيعية هون مربط الفرس هنا محط رحالنا حصلت النكبة من بقي من المسلمين هناك نقض الحكام العهود وأجبروهم على التنصر وبعد ما تنصروا قالوا لهم تلبسوا لباس خاص والمختون من الرجال يقتل وراحوا اليهود بالطوفي لأنه أيضا يختنون اليهود أيضا شردوهم عام ستة وسبعين عندما رفع قراره الحاضر اعترف الملك الإسباني بحق اليهود في العودة دون حق المسلمين شوفوا المفارق دون حق للمسلمين وكرمهم وقال هم أصحاب أرض اليهود ونحن ظلمناهم خلي يرجعوا طيب مئات آلاف المسلمين شردوا نكبوا حرقت في احتفال سنوي كل ما هناك من كتب يجمعونها على مدار السنة ويحرقونها باحتفالات مركزية في ساحات مدنهم كل كتبنا حصلت النكبة بقي من بقي شو عام يعملوا مارسوا أقصى درجات التقية أنا لش قلت لكن الإشبيني فلاح ألف بالفلاحة لأنه بدي أوصل لنقطة مهمة ثمة رقصة أنا ما جاي يحكي عن رقص القوم أبدا هذا تاريخ ثمت رقصة إسبانية اسمها الفلامينجو تعتمد على إيقاع حزين سريع في نفس الوقت بحثت عن أصل الكلمة لم يكن تستطيع بعض المذاهب الصوفية وغيرها أن تعبر عن رأيها إلا بهذا الرقص اسمه فلاح منكو عربت ترجمت صارت فلامينجو لما بيقولوا الإسبان أولي هي عبارة عن صلوات خفية يقولون فيها يا الله إلى الآن الموريسكيون قبل أن يموت ميتهم يشهدون أن لا إله إلا الله بلغتهم المائلة في أذنه ومن أراد فليتابع امرأة من الموريسكيون اسمها أديبة روميرو تتكلم اللغة العربية وهي تربية العراق أهلها مهاجرون موريسكيون تربوا في بغداد لغتها جيدة أديبة روميرو وأديبة روميرو تحدثت بإسهاب ولديها من الوثائق بالفعل ساعدتني في بحثي كثيرا واستضافتها كثير من الفضائيات المخطوطات أفرج عنها لكن نحن كشيعة مع الأسف لا نملك استراتيجية ثقافية فعالة تجعلنا نرسل وننتدب من يأتين بهذه المخطوطات ولغة الإيمال لغة صعبة حتى الذي يتقن الإسبانية ليس باستطاعته أن يفك رموزها لنا حق ثقافي يجب أن نسعى إله بعض حقنا في عوائل شيعي تقدمت وضحط وبعض حقنا في عوائل علوية شهدت أن عليا ولي الله علوية النسب أقصد شهدت أن عليا ولي الله أمنت ملاذا لهؤلاء الناس موقف الحكومة الإسبانية ما زال ضعيفا تجاه ما جرى من مذابح وموقف المؤرخين موقف مخزي للغاية قصر الحمراء هذا المعلم الكبير العظيم وموقف سكنوا في أحد السفراء الولايات المتحدة الأمريكية فكتب عن تاريخ ملوك قرطبة دون أن يعتمد على أي منهجية في الكتابة وعممت كتبه تخيل الرجل جاي من أمريكا أمريكا يعني توحش فكري لما راح جون مينار كينز مؤسس الكنزي في بريطانيا منهج اقتصادي عالمي أخذوا بعد الـ 45 على أمريكا بعد 1945 بعد أن وضعت الحرب أوزارها أخذوا لا يكتب لهم بالاقتصاد قال أنا لا أكتب لمجتمعات متوحشة ورفض جون مينار كينز أن يكتب للأمريكيين مبادئ اقتصادي رفض جابوا هدى السفير أي عدو بقصر الحمراء فكتب ما هو تاريخ مفترض كيف كتب بنسق ألف ليلة وليلة يعني قال وجدت أربع كاتب باللغة الإسبانية وجد أربع شبابي في قصر الحمراء هو كان السلطان عاملهم أو الملك لنسوين الأربعة بنفس المساحة ليعدل بين نسائه هدى تاريخ هكذا يكتب التاريخ بافتراضات ألف ليلة وليلة وبصورة مكفهرة شديدة الإكفهرة لا الموضوع كيف بقي الموريسكيون إلى يومنا هذا وبالصدف أنني تعرفت على عوائل شيعي منهم أتواصل معهم على وفق مقدرتي بالنهاية أنا شخص ولست مؤسسة كيف حافظوا على تشيعهم قال لي بعضهم نقلا عن أكابرهم بالتقية والتقية والتقي كنا كان بعض أجدادنا يكتبون بلغة لا يعرفها غيرهم وفي مخطوطات الجامعات في مدريد وكبريات المدن ثمت لغة غير معروفة كتب مخطوطات تقرى فيها خطوط ليست متطابقة مع أي لغة في العالم وصمدوا على ندرتهم وقلتهم في حين كان كل من يعلن تشيعه إن ما في الأندلس كان يقتل من قبل النظام الأموي ثم بعد ذلك قتل الجميع بلا استثناء سنة وشيعة وصوفيين وغير صوفيين كل واحد يقول بالشهادتين قتل ونكل به بمحاكم التفتيش ومين رودريجو وإيزابيلا هما مشتركين في الحكم رودريجو استحمى في حياته مرتين يعني من طهارة المعالم الإسلامية إلى جر المياه إلى ممنوع يتحمم إيزابيلا نظرت للسيد المسيح أن لا تغير ثيابها حتى تنتصر على المسلمين بقيت لابسي نفس الستياب أربع سنين ونص ماتت بالتهابات نسائية يعني جماعة قذرين جاءوا فسنوا قوانين ذبحت فيها أمم بكاملها ونسائل ونسائل المسلمون يبكون مجدا في الأندلس طيب درسوا هذا المجد وأنصفوا الناس من أنفسكم ودرسوا كيف تستعيدون بعضا من هذا التاريخ الضائع الذي ضيع باستهتار منكم الله يشهد ما بين يدي من وثائق ممكن ينحك فيه ليالي طويل أنا غدا إن شاء الله سأختن بإذن الله تعال أحببت أن أضع بين أيديكم رأس هذا البحث عسى أن تكلل جهود شبابنا جيلنا بصرف أوقاتهم في مثل هذه البحوث إن شاء الله نعم بعد يومين حاضر حاضر بعد يومين أي بعد يومين فإذا نختم ليلة الجمعة إن شاء الله ليلة الجمعة بعد يومين بإذن الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اشتركوا في القناة